قالت اللجنة المفوضة عن شركات الإعلان الخارجي المتضررة من عطاء شاشات عمان إن أمانة عمان رفضت مناقشة عطاء إعلانات الشوارع باعتبارها قضية منظورة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودائرة المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة وأوضحت اللجنة أن الاجتماع الذي عقدته مع أمين عمان الكبرى اليوم لبحث القضية أسفر عن اتفاق على تأجيل طرح عطاء إعلانات الشوارع بقياس ثلاث ضرب أربعة لمدة أسبوع آخر حتى يتم التوصل إلى تصور بين اللجنة والأمانة وأشارت اللجنة إلى أن الأمانة طلبت لاستماع إلى مقترحات الشركات المتضررة خلال 48 ساعة داعية ممثلي الشركات إلى إبداء رأيها بتقديم أي مقترحات أو حلول أو الإصرار على موقفها بعدم تقديم أي مقترحات قبل وقف تنفيذ والتركيب عطاء أثاث الشوارع من قبل أمانة عمان الكبرى أستطيع أن تبعها تأخي من أجهل تأخيرا للمشاركة نحن نزل تقديم أي مكتب